السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الاثنين ستة وعشرين شباط فبراير القمر اليوم موجود في العذراء ورح ينتقل للميزان طبعا هو رح يظل موجود بالعذراء لغاية الساعة ثنتين وتسعة وعشرين دقيقة عصرا لا ينتقل بعديها للميزان وبعاديها رح يظل في الميزان لغاية الساعة ثلاثة وتسعة دقائق من صباح يوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها للعقرب القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزل للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثنتين وتسعة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش من عصر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الغفر وهي منزل الى الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي القمر بما انه موجود بالعذرال حتى ساعات العصر فمنظل على طبيعتنا الجادة ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة او بدء نظام غذائي او تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء منكون منظمين جدا ولكن الناس في هاي الفترة نادرا ما يقدم الدعم المالي او العاطفي لان الفترة هاي العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر اكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هذا افضل وقت للتخلص من عداد سيئة كالتدخين او شرب الكحوليات او المهدئات او المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان اليف وقراءة كتاب مفيد والبدء بعمل جديد وتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التقاول سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر اللي هو الخلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين وتسعة وعشرين دقيقة عصرا لا ينتقل القمر بعديها لبرج الميزان هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثنتين وتسعة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج الميزان عشان هيكم نبدأ بفترة أفضل وقت تعتبر عاطفيا أو لتقوية الرابط العاطفي لعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شاهدت بعض التوتر في الفترة الماضية في هاي الفترة منصير نشطين أكثر اجتماعيا من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسي واضحين بين العشاق لكن الغيرة يمكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر أو علاقة لسه ما بدأت بشكل كامل خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل مثلا أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وستة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نجري لها عمليات جراحية إلا إذا كانت إضطرارية من الآن ولغاية ساعات العصر عنا البنكرياس العمعاء الدقيقة العور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات العصر وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية الكلا الحالب المثانة البولية الأوردة والجلد كعضل اللمس والبنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية للأعضاء الأخرى من الجسم ولكن مش بفترة خلو المسار مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن مش للجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج الميزان فإحنا مقبلين على أطول خلو مسار هذا العام خلو المسار القادم هو طويل جدا رح يبدأ مساء يوم الثلاثاء تمام الساعة ستة وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح ينتهي فجر يوم الخميس تمام الساعة ثلاثة وتسع دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر في برج العقرب يعني خلو المسار رح يكون قرابة الثلاثة وثلاثين ساعة فبتكون تهيئوا حالكوا تنتبهوا لهذا الموضوع بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره سبات عشر يوم في تمام الساعة خمسة وعشرين دقيقة بعد العصر بصير ثمنتعشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في العذراء ورح ينتقل للميزان في ساعات العصر ورح يضل في الميزان لغاية يوم تسع وعشرين اثنين سعيد الان بنسبة خمسة عشر في المية ساعات الصباح منتحس بنسبة عشر في المية ساعات المساء سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الحوت حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم احدعش ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المريخ في الدلو حتى يوم اثنين وعشرين ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ما زال طبعا القمر موجود في البيت السادس لغاية ساعة العصر فتراكم العمل أكثر من المعتاد بتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه بتكونوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة وممكن تتوصلوا لاتفاق إذا كنتوا مرنين ابحث عن حليف أو عن دعم وتجنب الإساءة للأصدقاء وشركائك وحاذر من التراجع الصحي أما في ساعات العصر وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن القمر مقابلك تماما فعشان هيك بتتعقد الأمور وبتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر الدعاوة القانونية أو الدعاوة الأمور اللي تتعلق بالقطيعة لأنه خصمك قوي والعرقي اللي بتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بالظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسلة متابعة المساعي ولا التواصل مع المحيط يمكن خلال هذا اليوم أنك تقوم بأشياء مناسبة جدا للتقارب مع الأحبة وخصوصا من الآن ولغاية ساعات العصر وبتشعروا بالطمأنينة والراحة أما من ساعات العصر وما بعد بيبدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لعمل وقت إضافي حاذروا من المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية من الآن ولئ حتى ساعات العصر موسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن أو التعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن أهمش أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة أما في ساعات ما بعد الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء واعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان كونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن من الآن وحتى ساعات العصر حاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اللي بيسجل لك هاي ساعات لقاء مهم أو اتصال مفيد وبتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو بتلاحق بعض الأعمال الملحة والضرورية في ساعات العصر وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بتكون تتجنبوا توبيق الأحبة أو لومهم لأنه ممكن يعني يكون في بعض القلق حول أو بشائن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطقه حاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن تناقشوا موضوع مالي أهمش أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وحاولوا أنكم تبذروا أموالكم من الآن وحتى ساعات العصر بدك تكون متيقت قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك أما من ساعات ما بعد العصر بتنشطه بالسفر والاتصالات أو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهمش أنه ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشعره بثقة كبيرة بالنفس وقدرة عالية جدا اليوم على السيطرة على زمام الأمور يعني أجواء دعملة إلك بقوة بتكون مميز بأداءك فترواعد بخبر أو تسوية أو انطلاق أو مرحلة جديدة بتطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسة ووضوح في الأفكار أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب لا تبالغوا بمصاريفكم وكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وبسيطر التعب الشديد عليكم من الآن وحتى ساعات العصر ممكن تفكر في إلغاء المواعيدة والابتعاد عن الأضواء أصبر وأجل الموضوع لساعات العصر احمي نفسك من المحتالين وبتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية أما من ساعات العصر الأجواء بتتحسن صحيا ونفسيا أن القمر بوصل لها عندك بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنه ما تبقوا وحدين من الآن وحتى ساعات العصر سارعوا للمشاركة بأي شيء بإلو علاقة بالنشاط الاجتماعي العب دور بناء في محيطك ومجتمعك ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما تتخذ قرارات متسرعة لأن القمر بيقترب لبيت متاعبك في ساعات العصر وما بعد بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقود وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب أمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم من الآن وحتى ساعات العصر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنه ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم اتجنبوا التصرف الإرتجالي ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظموا أعمالكم عشان تنجزوها بالكامل أما من ساعات العصر وما بعد بتلتقوا الأصدقاء وبإمكانكم كتبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم ولا تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن فيه اندفاع وحماسة رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك من الآن وحتى ساعات العصر لأنه حيويتك عالي جدا بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا فما تضيعها لأنه من ساعات ما بعد العصر بيصير في نجاح ولكن على المستوى العملي والاجتماعي بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتخضع لعدة تجارب مهمة فما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو تفحصوا حسابكم المالي المشترك أي مال معك شريك فيه بنك ضريبة تامين زوج زوجة وخففوا من النفقات قدر الإمكان من الآن وحتى ساعات العصر صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كن مارنوا ما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي والتسلط به ابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية أما من ساعات العصر وما بعد بتنشغلوا في أمور تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة ويعتبر يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان تبدأ عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقش أي موضوع بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر أي فترة مناسب لخوط تجربة جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن برضو بتكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم من الآن وحتى ساعات العصر نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هذه فترة فيها ضغط كبير والأوضاع ممكن تصعب أما من ساعات العصر وما بعد بتنهمك في إعادة تنظيم أموركم المالية أهمش أنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوباً معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر